أعلن الجيش اليمني والمقاومة تصديهما لعدة هجمات ومحاولات تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي على مواقع تمركز لقوات شرعية في مديرياتي الاتحاة والدرهيمي جنوب الحديدة وتمكن الجيش الوطني من صد عملية التفاف على منطقة الجبالية شرقية مديرية الاتحاة كما أحبط هجوما مماثلا على مواقعه في مديرية الدرهيم المجاورة وأن المواجهة أصفرت عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات إضافة إلى اعتقال أكثر من ثلاثين عنصر آخر